أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي حرص الدولة على اتخاذ ما يلزم من إجراءات وخطوات دادة وحاسمة لتحقيق طفرة حقيقية في عمليات دذب وتجديع وتعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي والقضاء على العقبات البيروقراطية وتزليل مختلف التحديات التي تواجه زيادة استثمارات القطاع الخاص جاء ذلك خلال ترأس الرئيس عبدالفتاح السيسي للاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار بعد إعادة تشكيله ترأس السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار بعد إعادة تشكيله وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد حسن عبدالله محافظ البنك المركزي والسادة الوزراء والمسؤولين وممثل القطاع الخاص من أعباء المجلس وفي مستهل الاجتماع أكد السيد الرئيس حرص الدولة على اتخاذ ما يلزم من إجراءات وخطوات جادة وحاسمة لتحقيق طفرة حقيقية في عملية جذب وتشجيع وتعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي والقضاء على العقبات البيروقراطية وتذليل مختلف التحديات التي تواجه زيادة استثمارات القطاع الخاص بهدف بناء قاعدة انتاجية متنوعة وتحقيق تطور اقتصادي شامل مؤكدا أهمية البناء على ما تم اتخاذه من خطوات إيجابية في هذا الصدد خلال الفترة الأخيرة كما قدم السيد رئيس مجلس الوزراء عرضا خلال الاجتماع تضمن أهم المؤشرات والحقائق الخاصة بالاستثمار في مصر والإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الأخيرة لتحسين البيئة الاستثمارية وأسب المضاعفة استثمارات القطاع الخاص ومقترحات لتقديم حوافز وتيسيرات لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات في مختلف القطاعات وفقا لتوجيهات السيد الرئيس في هذا الشأن وذكر مستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن المجلس الأعلى للاستثمار وافق خلال اجتماعه برئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على 22 قرارا مهما في مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية تستهدف تحقيق نقلة نوعية في خفض تكلفة تأسيس الشركات والحد من القيود المفروضة على التأسيس ومن الموافقات المطلوبة ومدة الحصول عليها وكذا تسهيل تملك الأراضي والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية وتعزيز الحوكمة والشفافية والحياد التنافسي في السوق المصرية وتسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي وتوسيع اختصاص المحاكم الاقتصادية بالإضافة إلى تقديم حزمة متكاملة وتنافسية من الحوافز والتسهيلات في القطع الزراعي والصناعي والطاقة فيما يخص إنتاج الهايدروجين الأخضر وقطع الإسكان وما يخص المطورين العقاريين والمشروعات الاستثمارية بالمدن الجريدة كذا قطع النقل فيما يتعلق برسوم الصادرات والجمارك وتوحيد استراتيجية التسعير وأضف المتحدث الرسمي أن السيد رئيس الجمهورية كلف الحكومة بالعمل على إعداد وتجهيز ما تم اعتماده من قرارات ليتم تنفيذها في أسرع وقت ممكن ووفق جدول زمني محدد ومعلن